يواصل منتخبنا الوطني بكرة القدم تدريباته اليومية على ملعب أربيل تحضيرا لمواجهة استراليا إذا عمد الجهاز الفني إلى رفع الوحدات التدريبية بواقع وحدتين تدريبيتين فطلا على تدريبيات اللياق البدنية التي يجريها المدرب الإسباني تشافي بيدرو المدير الإداري لمنتخب باسل جوركيس وضحان الوحدات التدريبية تجري وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني لرفع الحالة البدنية لللاعبين كما بيّن أنه سيمنح اللاعبين راحة قصيرة بعد نهاية المعسكر الحالي على أن يعود بعضها التدريبات في العاصمة بغداد قبل مغادرته في الخامس عشر من الشهر المقبل إلى العاصمة الأوسبكية تشقند تحضيرا لمواجهة منتخبها مرتين يشاري لأن منتخب العراق تنتظره مباراة مهمة في الأول من أيلول المقبل أمام المنتخب الاسترالي في سيدني لحساب التصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال البرازيل 2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر